كرم سمو شيخ حمدان بن زايدا لنهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي الجهات الحكومية الدعمة لتحقيق أهداف المئوية البيئية الفين وواحد وسبعين وذلك من خلال مشاركتها في تنفيذ الخطة التنفيذية الأولى لها وهي خطة مشتركة لإمارة أبو ظبي تمتد من عام الفين وثلاثة وعشرين حتى الفين وخمسة وعشرين وتطمح من خلالها أبو ظبي لتكون الأفضل عالميا في العمل البيئي والمناخي بحلول عام الفين وواحد وسبعين وقال سمو الشيخ حمدان بن زايدا لنهيان انطلاقا من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله عن تمديد عام الاستدامة ليشمل عام الفين واربعة وعشرين ستقود تسع جهات حكومية رائدة في الاستدامة البيئية تنفيذ الخطة البيئية نحو المئوية مؤكدا سموه أهمية تنفيذ الخطط للوصول إلى النتائج المرجوة التي ستجعل إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايدا لنهيان بجهود الجهات الرامية لدعم الاستدامة البيئية المصاحبة للتطور في العمل الحكومي والتنمية والازدهار للإمارة وللدولة وذلك تحقيقا لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه والتي سارت على خطاها قيادتنا الرشدة حضر حفل التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايدا لنهيان ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس الإدارة بهيئة البيئة أبو ظبي وعدد من كبار المسؤولين اشتركوا في القناة